اشتركوا في القناة شاملا للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية منوها بأن هذا العفو الملكي يأتي تجديدا واقعيا للقيم والبرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من الرؤى الملكية السامية بما يسم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي أضاف أن ذلك العطف والاهتمام القيادية الملهم يأتي في إطار سلسلة من المبادرات الإنسانية المتطورة التي تعكس اهتمام جلالته الأبوي بأبناء شعبه والحرص على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن وهذا نهج أصيل حافظ عليه جلالته امتدادا لمسيرة الحكم الرشيد في بلد التسامح والسلام والثوابت الوطنية الراسخة أشعد معاني وزير الداخلية بالدعم المستمر الذي تقدم الحكومة الموقرة بالأساة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية الهدفة إلى تعزيز نهج البناء وإدماج المستفيدين في المجتمع وترسيخ التماسك المجتمعي مشيرا إلى مضي وزارة الداخلية وبالتعاون الدائم مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في تنفيذ المبادرات الإنسانية والحضارية التي تسهم في تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يعود بالخير على أبناء الوطن في ذات السياق أشار معاني الوزير إلى دور المحافظات في رعاية أبنائها وتوفير الدعم اللازم لهم في إطار تعزيز نهج التواصل والمساهمة في منظومة التوعية الأمنية وبناء مجتمع آمن قائم على الوعي الوطني والثقافة الأمنية المستنيرة لافتا إلى أن الحضور الفاعل للمحافظات في كل المناسبات من شأنه دعم مستويات التعاون والتفاعل مع كافة فئات المجتمع قد تم خلال الاجتماع بحث عدد من البرامج والفعاليات التي يتم تنفيذها بالمحافظات في إطار احتفالات مملكة البحرين بليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم بالإضافة إلى القضايا والمشاريع المتعلقة بشؤون المحافظات أكد معالي الوزير على ضرورة العمل بشكل مستمر لترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهة المختلفة والتواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين وتفعيل الشراكة المجتمعية